بعد فشل مشاورات الحكومة البريطانية مع النقابات العمالية المطالبة بتحسين رواتب الموظفين في قطاع المواصلات العامة دخل إضراب سكة الحديد حيز التنفيذ الحكومة البريطانية تداعت للاجتماع لمناقشة الملف حيث قال وزير المواصلات إن الحكومة تسعى لتعديل القوانين وتبحث عن بدائل لمنع تكرار مثل هذا الإضراب الكبير مستقبلا في حين هاجم رئيس الوزراء النقابة معتبرا أنها تضر بالموظفين على المدى البعيد واصفا الإضراب بالخاطئ وغير الضروري إضرابات السكة الحديدية تسبب اضطرابا وإزعاجا كبيرا في جميع عنحاء البلاد وتجعل من الصعب على الناس الوصول إلى العمل كما تعطل وصول الأطفال للمدارس لأداء الامتحانات هذا الإضراب خاطئ جدا وغير ضروري الإضراب المتسبب في التوقف شبه الكامل لحركة المواصلات العامة سيستمر لمدة ثلاثة أيام متقطعة وبمشاركة حوالي أربعين ألف موظف مع الإبقاء على عمل قطار واحد من بين كل خمسة قطارات ولمدة أحد عشر ساعة فقط الشركات سوف تتأثر والخدمات أيضا الكل حزين ومرتبك ومحبط لا أعتقد بأن هذا الإضراب جيد أوقفوا هذا الإضراب إنهم يعملون لوقت طويل دون زيادة أجورهم منذ سنوات أنا أقف مع هذا الإضراب يجب أن يرفع الصوت لأن الحكومة لن تفعل شيء دون ضغوطات النقابة تتمسك بطلبات زيادة الرواتب بنسبة 7% وهي أقل من نسبة التضخم في حين ترى الحكومة أن الطلبات تعجيزية وتعطل فرص التوصل إلى حل مؤكدة على حق الموظفين في زيادة طبيعية بشرط أن تكون متوازنة هو الإضراب الأشد الذي تشهده البلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود إضراب تتعهد النقابات بأنه لن يكون الوحيد في حال استمرت الحكومة في رفض طلبات زيادة الأجور خاصة مع وصول التضخم إلى 9% وتوقعات بأن يصل إلى 11% نهاية العام عمر بشير الغد لندن